قلوب العباد مثل الآنية وأحب القلوب إلى الله تعالى ما جمع بين الرقة واللين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها وقلب المؤمن مثل المصباح المزهر صاف لين صلب أنور فهو يرى الحق بنوره وصفائه ويقبله بلينه ويرد الباطل بصلابته أما النور فيه فهو كالسراج المضيء نور على نور حيث اجتمع نور الفطرة ونور الإيمان ونور القرآن فأبصر الحق من الباطل والهدى من الضلال وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي نورا فالقلب يحتاج إلى النور ليبصر الصراط المستقيم فإن لم يكن فيه نور فأنا له السير إلى الله تعالى ويحتاج القلب إلى الصلابة حتى يكون متين ثابتا أمام الشبهات التي تلتبس على من لم يتحقق بالعلم الراسخ وإنما تأتي الصلابة لقلب المؤمن بأخذه الحق عن الله تعالى من كتابه العظيم وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من سنته الصحيحة الثابتة بفهم أصحابه وآئمة الهدى رضي الله عنهم فإذا أخذ المؤمن الحق من الوحي المعصوم وانعقد القلب عليه دون شك صلب القلب فثبت أمام كل شبهة وأما الصفاء واللين فإنما يأتيان بتقوى الله عز وجل والبعد عن كدر الشهوات المحرمة والمعاصي التي تحول بين القلب وصفائه فكلما كان العبد أتقى لله كان قلبه ألين وأنقى وكلما انغمس في الشهوات المحرمة قسى قلبه وعلاه الران الذي يحول بينه وبين رؤية الحق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة فإن هو نزع واستغفر وتاب سقلت فإن عاد زيد فيها فإن عاد زيد فيها حتى تعلو فيه فهو الران الذي ذكر الله كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون